صرح وزير العدل الجزائرية طيب لوح أن التعاون بين الجزائر وباريس يسير في أحسن الظروف فيما يتعلق بالتحقيق في قضية اغتيال رهبان تبحيرين في سنة 1996 القاضي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب ومنذ عودته من الجزائر العاصمة يوم التاسع عشر أكتوبر يعيش على الأعصاب كل يوم يمر ويشكل تهديدا في تغير العينات التي أخذت صحيفة لوموندا الفرنسية أوردت خبرا تقول فيه أن نوعية العينات المأخوضة من جماجم الرهبان السبعة في منتصف أكتوبر الفارض قد فاجأت فريق الخبراء الذي رافق القاضي الفرنسي في زيارته للجزائر طارحة في هذا الصدد أسئلة على ألسنة فريق الخبراء الفرنسيين ماذا يحدث لهذه العينات التي وضعت تحت ختم في الجزائر؟ الجزائر لا تملك المعدات العلمية اللازمة للقيام بكل الاختبارات وليس هناك ما يضمن أن العينات يتم تخزينها في الظروف مرضية تساؤلات أراد من ورائها القاضي الفرنسي تقديم مقترحات تحمل في طياتها عدم اعتراف مسبق وتشكيكا في النتائج التي سيتوصل إليها الخبراء الجزائريون ما لم يكن الحضور الفرنسي فيها خبراء يرون أن القاضي الفرنسي يريد من وراء ذلك الضغط على الجزائر لدفعها للرضوخ لمطالب نقل العينات لمعاينتها في فرنسا من قبل الخبراء الفرنسيين وهو الهدف من وراء إعلان مارك تريفيدك إطلاق إنابة قضائية دولية جديدة في شهر ديسمبر المقبل وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية